اشتركوا في القناة تلتقي الزمالك مع الاهلي في نهاي السوبر المصري يوم الخميس 24 اكتوبر الجاري في استاد محمد بن زايد الجزيرة في مدينة ابو زبي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة خالد الغندور جمز عقد جلسة مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد اسامة واطمئن منه على جهزية عمر جابر لمباراة الاهلي واستقر جمز على اعادة محمد شحاتة لوسط الزمالك بعد تضاقل فرصة لحاق دونجا بنهاي السوبر المصري لاستمرار برنامجه التأهلي مع تواجد زياد كمال على مقاعد البدلاء خالد الغندور كان دونجا وعمر جابر وصبحي في المدرجات بعد الغاء هدف اوباما دونجا كان عاوز ينزل فرد امن رفض نزوله وكانت خناءة كبيرة ويقال ان كابتن عبدالواحد السيد تدخل وناصر ماهر ومصطفى شلبي والخناءة كبرت وتدخل السفير المصري بالامارات وكابتن حسين لبيب والدنيا هدية ولكن فوجأ مسؤول الزمالك ان فرض الامن عمل محضر وتم تفريغ الكاميرات وتم عمل ضبطه احضار لدونجا وشلبي وتم احالتهما للنيابة وقيل بدفع غرامة ولكن للان اللاعبين محتجزين وفرض الامن رافض التصالح والموضوع كبير وكل الاحترام لدولة الامارات التي تستضيف السوبر والكل عليه الالتزام بالقوانين وما فيش نجمه اجنبي القصة قانون على الجميع وتحمل المسئولية وما حدث ليس له داعي ولا بد ان يلتزم الجميع بما يقوله مسئول الامن لان ممكن يعقى انه لا يعلم انت مين والمنع لا يصل لدرجة التعدي او لعيبة تطلع مدرج انا معرفش فرض الامن عمل ايه ولكني واصف في المسئولين بالامارات الموضوع كبر جدا واللاعبين مازالوا محتجزين حسام المندوق احنا متوجدين في الاسم حتى الان وساعددنا الغرامة التي تم توقعها على اللاعبين لكن الموضوع لم يحل وبكرة هيكون في عرض على النيابة وساعدنا في الغرامة مجلس ابو ظبي وردا على سؤال هل الزمالك سينسحب من النهائي نحن من الصبح مشغولين في هذا الملف والفريق يسأل عن ما يحدث الامور تنتهي وبعدها نتخذ القرار الصحيح ولم نفكر في الانسحاب لكن اليوم ضاع من المعسكر والموقف مش لطيف خلينا نتكلم في المشكلة وبعدها هنقعد مع مجلس مع بعض كمجلس ادارة ونأخذ القرار المزبوط سام المندوق كان فيه شد عصبي اثناء مباراة الزمالك وبرامدز وما فيش اي ضرب حصل بالنسبة لنا من امس بنتحدث مع فرض الامن وهو شخص محترم وقلنا له الامر شدت ملعب واعتزرنا له والموقف ليس واضح ولم يكن يرتدي زي يميزه عن الاخرين ويرتدي ملابس عادية مما جعل المشادة تزيد شفنا الشرطة الاماراتية بعدها هم اللي ابعدوا عبدالواحد السيد ومن كانوا في الموقف والامر سينتهي على خير العلاقة جيدة بين مصر والامارات الحد شلبي كان هناك ضرب على رأس رجل الامن لاعب الزمالك بيحاولوا يشد مصطفى شلبي هم تصوروا انهم في استاد القاهرة والامور تمشي بالطبطبة ومعلش يا حبيبنا واحيانا نميل للحلول المهلبية لكن في هذه الدول هناك انضباط واحترام للقانون ورجل الامن تقدم بشكوى ورفع الامر للنيابة العامة واي دولة ليس من حقها التنازل عن حق شخص ضرب وهذا حق انسان ايا كان هو مين والواقع مصورة وموثقة بالفيديو ولا مجال للانقار ومصطفى شلبي ضرب الراجل بطريقة مهينة وشيء غير مشرف وتم تحرير محضر في ظل النظام واحترام القانون دون طبطبة والمهلبية اللاعبة تم استحابها للفندق وتم الاستدعاء لقسم الشرطة ورافقهم كابتن حسين لبيب والمندوه وتصوروا انهم هيرجعوا بهم وتم رفض الافراج عنهم متحد شلبي هناك امر ما وقرار ما بتوقيع غرامة مالية بقيمة 600 الف دولهم ورتم سدادها والشيء الذي يخجل ان مجلس ابو الزبي دفع جزء كبير من الغرامة كان هناك قرار باحتجاز اللاعبين والزمالك عقب النهائي وغدر بدونهم فالزمالك حاب يصعد حتى يتدخل الكبار ونشر احمد سالم المتحدث الرسمي عن اجتماع لدراسة الاعتذار عن اكمال البطولة وضغوط ايه اللي تعرض لها الزمالك وتعنت ايه دي الناس بتقابلكم بمتهى الترحاب وفي افضل الفنادق عاوزين تضربوا الناس في عقر دارهم ويقولوا متشكرين حتى الكلام منتهى عدم التوفيق كنت متوقع ينزل كلام تاني باعتذر مجلس الادارة لفرض الامن والامن الاماراتي ونعد بعدم تكرارها انما تكتب لي تعنت وضغط اي تعنت واي ضغط بتكتبه ازاي وتمثله مصر ازاي وعندي رسائل عايزة اقولها لحسين لبيب حضرتك من اسبوع قلت احنا اكبر قرعة رياضية في مصر مش مفروض اكبر قرعة رياضية في مصر اولا تتقدم ببيان اعتذار رسمي ينزل على جميع المواقع وبعدها تأمر برحيل هذا الثنائي الى القاهرة وتوقع غرامة مالية عليهم بدل التويتر اللي نزلت يا استاذ حسين يا لبيب يا اكبر قرعة رياضية في مصر متحة شلبي هل ينفع نقول ده لو ما حصلش هنسحب هل لغة الانسحاب اصبحت هي اللغة الرسمية لمجلس ادارة نادي الزمالي خلال سنة منذ انتخابه حضرتك انسحبت من قبل امام الاهل في الدوري انت كنت كابتن كبير في كرة اليد هل كنت في كرة اليد متعودين على الانسحاب كل شوية رئيس نادي الزمالي او الاهل مفروض انه رجل دولة الامر التالت مصطفى شلبي نزل ستوري بعد الازمة بصورة الكلبشات كلها لقطة جماهيرية انك تروح الاسم يا كابتن حسين هل حضرتك يا كابتن حسين ملكش اي سيطر على اللاعبين اللي بيكتبوا على السوشيال ميديا هل انت حسبت لعبتك هل انت مسيطر عليهم القائد في تلك المواقف الصعبة يقول اوعى حد يفتح بقه محدش يكتب اي حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى شلبي انت مش مارادونا بعد استبداله في مباراة برامت زي انت كنت اسوأ لاعب في اللقاء اعتارت بشكل غير لائق ما فيش اي انضباط وحبيت ابعت لحضرتك كابتن حسين الرسائل بكل احترام لتراجع موقفك وكان الاولى بيان اعتذار للراجل اللي تهان وترحل هذا الثنائي للقاهرة لان ما فرقتك هتفرط منك وما تفعله تدغضغ به مشاعر الجماهير القائد لا يهدد بالانسحاب ايمن الشريعي رئيس نادي امبي حسين لبيب كان طلب قطع اعارة زياد كبال لنادي امبي في يناير الماضي وتم تراجع نادي الزمالك عن قراره بعدما تمت دراسة الامر من جانبهم وتواصلوا معنا من جديد لاستمرار اللاعب وعدم قطع اعارته وما عنديش اي مشكلة لو كانوا طلبوا قطع الاعارة وعودة اللاعب لصفوف امبي نعمل باحتراف ولا توجد اي مشكلة ايمن الشريعي اتواصل مع الزمالك بصفة مستمرة للحصول على مستحقات النادي بعد فوز الزمالك بالكنفدرالية والسوبر الافريقي والمقدرة ب150 الف دولار ولم اضع بنود في عقد زياد كمال تمنحني حق الحصول على مستحقات مالية حال تتويج الزمالك بالسوبر المحلي وزياد كمال لاعب ممتاز ولكنه لم يتأقلم مع الزمالك ايمن الشريعي لا اخب كرة القدم ولا اهتم بمشاهدة المباريات ولدي فريق تحليل مختص والاهل يرغب في الحصول على اللاعبين باقل سعر وافضل شروط بالنسبة له ولكن انا اريد الشروط التي تناسبني ولا اضحك على الزمالك في العقود ولكن بعرف اتفق معهم بشكل جيد وقطاعات النشئين في امبي افضل من الاهل والزمالك وهو الاقوى في مصر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق الحالات التحكمية ما بقتش رائي الموضوع بقى متروك للآلة علشان كده القرار طلع بسرعة في هدف برمتز وانت بتحط نقط وتسيب القرار للآلة ولازم يكون فيه ثقافة تقبل الخطأ حتى في وجود التقنيات الحديثة وده حصل في متش أسبانيا وألمانيا في اليورو هاني حتحود في حالة لو اعتذر الزمالك ولم يلعب المباراة النهائية واتحاد الكرة لا يفكر في تلك الحالة في اعلان الاهل بطل البطولة واتحاد الكرة يدرس اعتبار برمتز متأهلا للنهائي لمواجهة الاهل في النهائي ثروة سويلا بكل تأكيد ستقام المباراة في موعدها انت تتكلم عن حدث كبير يقام في واحدة من أقرب الدول العربية لمصر وان شاء الله تنتهي تلك الأحداث على خير ولو الزمالك والأهل غير متواجدين بالسوبر المصري هل كانت الامارات ستستضيف البطولة حديثي عن ضرورة مشاركة الاهل كان تمني ولم أقل أن اللائحة ستتغير ولكن أدليت برأيي أن تواجد الفريقين في البطولة يضيف إليهما قيمة أكبر ومن الوارد أن لا يصل للنهائي سويا وكل الاحترام لشعب الامارات والقيادات ومن الوارد حدوث شيء معين أو خلل في أي مباراة والعقوبة تأتي من النادي بنفسه وان شاء الله ستمر تلك الأزمة وإن كان أي تجاوز قد حدث فهو بسبب الغضب أثناء المباراة إبراهيم فاي اللي حدث في غرفة الفار في الدقائية الأخيرة من المباراة الزمالك والبرامدز بعد هدف أوباما اللي تقال بالضبط للكابتن معروف استنى إحنا بنشيك على صحية الهدف وتقال بعد كده للكابتن محمد معروف والهدف تسلل والغي الهدف يوسب أماما سابق المدفعين والبعض تكلم عن سبب عدم ذهاب الكابتن محمد للفار من أجل التأكد من صحة اللعبة وسألنا الكابتن إبراهيم نور الدين المدير الفني للجمة الحكام قال علشان دي اسمها حقائق مكانية مكانية حكم الفار لا يستدعي فيها حكم حكم الساحة هاني حتحوت خالد الدرندلي قال لي اتحاد الكرة على متابعة ومتواصلة للموقف وكان مع بعثة الزمالك في اسم الشرطة ولم تأتي سيرة اعتذار الزمالك عن المباراة النهائية واتحاد الكرة أكد للزمالك على متابعة الموقف ومساندتهم لحين حل الأزمة وجمال علام تواصل منذ قليل مع مسؤول اتحاد الكرة لمتابعة الموقف وأكد على وقوف الاتحاد بجانب الزمالك الحكم محمد معروف ردا على سؤال إبراهيم فاي هدف يوسف أوباما هل كنت حاسس انه اوف سايد في الملعب رد معروف ضحكا كنا متفقين ما نتكلمش في الفنيات وبالنسبة لنا في المباراة التابعة للفيفا أو الكاف أي قرار صعب في الملعب أي حكم أو مساعد بيكون عنده شكوك لكن بوجود الفار بقى بيفحص كل كبيرة وصغيرة للتأكد من صحة القرار وتوقيت مباراة الزمالك وبرمز كان صعبا للغاية الشوط الأول بكامل لعب تحت شاعة الشمس وحضرت نفسي للبباراة بشرب السوائل وأكل الفاكهة بشكل كبير هاني حتحوت ما يغضب الزمالك هو أنه في حالة خروج الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ومعهما عبدالواحد السيد سيكون بكفالة وليس غرامة وبالتالي القضية لم تغلق والزمالك دفع الغرامة إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة وهو ما تسبب في استياء لدى مسؤولي الزمالك إذ يفكروا في الانسحاب من بطولة السوبر وتفريغ كاميرات الملعب أثبت وجود عبدالواحد السيد في الاشتباكات وأنه هو المعتدي الأول على مسؤول الأمن بينما أعضاء مجلس إدارة النادي تواجدوا مع الثنائي وعبدالواحد السيد في أثناء إتمام الإجراءات الروتينية لحل الأزمة وإنهاء الشكوى وأقوال ثناء الزمالك كانت كالتالي ما حدث بعد المباراة كان مجرد نرفزة ملعب بسبب أحداث اللقاء وأنهما لم يقصدوا تطور الأمر ولم يقصد الدخول في مشدة أو مشاجرة مع أي شخص ونحترم الجميع وما حدث منا كان ردة فعل على التعنت في بعض الأمور إبراهيم في فيما يتعلق بأزمة لعب الزمالك الأمور لا تسير إلا بالقانون وعليك أن تحترم البلاد سواء كنت في مصر أو في أي دولة أخرى والوضع حساس لأقصى درجة وهناك محاولات كبيرة تجرى لحل الأمر بشكل أو بآخر الزمالك واقف على شوية إجراءات قانونية معطلة إنهاء الأزمة معطلة إنهاء الأزمة وإحنا اللعيبة بتاعتنا غلطانة ولازم يكون في صوت عقل حكيم هادئ عشان تعرف تلم الدنيا والكلام هنا أكبر من مباراة كرة وياريت يكون فيه هدوء من مسؤولي ولعيبة الزمالك لأن الموضوع مش بالسهولة للناس متخيلها إبراهيم عبد الجواد عن حديث الزمالك بالاعتذار عن السوبر جار الآن حل الأزمة واخلال الساعات القليلة المقبلة حل الأزمة والوصول لحل يرضي جميع الأطراف وما هو متبع من احترام وتقدير لدورة الإمارات وجمهورية نصر محمد فاروق رئيس لجنة الحكام لا يوجد قرار رسمي بتعيين أمين عمر حكما لمباراة نهائي السوبر وأربع حكام مرشحين ولم يتحدث أحد معنا بشأن تعيين حكام أجانب لدسوبر المحلي الزمالك لم يعترض على أمين عمر والأهل لم يعترض على محمد معروف وعشور ووائل فرحان مرشحان لتقنية الفيديو في نهاء السوبر المصري وهدف يوسف أوباما لاعب بيرمدز في شباك الزمالك تسلل وقرار الحكم صحيح وكذلك ركلة الجزاء الخاصة ببيرمدز أيضا صحيحة وحكام مباراتي السوبر قدموا مستوى جيد جدا وكانت هناك أخطاء ولكنها غير مؤثرة ومحمود عشور حكم مباراة الفار في لقاء الزمالك والبيرمدز رقم واحد في إفريقيا تقنية الفار في الإمارات الأفضل على مستوى العالم ومحمود عشور من أفضل الحكم في إفريقيا بس كده هذي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكرة أكون خفيفة على علبكم ادعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ومتشكلين يبدأنا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوها في التعليقات سلام